للحكومة هي ووزاراتها لا واقعا ما جاء أصلا ولا واحد يدخل حتى الدخولنا من تدخل الأربيل أو تدخل الإسلامونية تدخل بورقة وكذا وكيميوم عانق بهاس حاليا لا هسا رحت مرة مرتين ننطي الهوية أطلع بس قبل بالبداية هم من أول أول ما طيت الهوية بالمطار هم سوالي ورقة بسبع تيام يعني أنا استغرابتها بالبداية نائب برلماني نائب قلت هسا أنا أحجب هالموضوع هذا يعني بالمطار هم ينسوي لك يعني إشكال على الخالي بلاش وجوز هذا موظف خطأ بهيش إجرائي حملت على هالمحمل هذا خطأ له تعليمات عنده ينفذها لا أسأل لي أنه أنا من جاء سأروح أكثر من مرة لا يعني على الهوية أطلع يتفضل أطلع لكن احنا نحكي بصورة عامة كمواطنين كمواطن عادي يشي أربيل والسليمانية ودهوك جزء من العراق جزء من العراق لعني ليش أنا من أروح إلا بورقة يعني بعد هو يقول لك هاي الاحترازات الأمنية التي نستفعل من عددها تقدر بغداد تفرض نفس القضية ما هو الاحترازات الأمنية إذا الداعشي في أربيل يتنقل براحته والمطلوب للقضاء العراقي في بغداد يتنقل براحته والمتهم بالفساد يتنقل براحته واللي يتهجم على الدولة العراقية يتنقل براحته هناك بينما المواطن العادي ما يتنقل وما يدخل براحته هاي شنو معناها؟ يا هاي الخلافات اللي قلت لك صار من تأسيس الدولة الحديثة هاي الفين وثلاثة لحد الآن يعني وصلتنا لهذا الوضع اللي ما معقول يعني هاي إلي وإلك بيها اثنين شراك بيها وهاي المنطقة انت لأ هاي وحد يوم تدخل بيها قلت لك هاي هناك تدقيق كحسابات ختامية من أعرف شين الأرقام اللي موجودة هناك عدد الموظفين اللي دائما جايزة الإشكالات هنا الموظفين يعني معقولها أربيلي دوكس لمانية بيها مليون ومئتين ألف موظف يعني حالها حال الموظفين الموجودين هنا أنا أرقام همين عندنا مبالغ بيها همين الموصحة مثلا مثلا